جدا جدا اللي هو آآ سلس البول او النقط اللي بتنزل من البول دون تحكم. هو عطنقض بول ده يعني في مراحل مرحلة الاولى سلس بول الناس او الشباب او البنات اللي هي البول بينزل من غير ما تحكم فيه بنسميه سلس بول سواء قبل البول او بعده وفي ناس ما بتتحكمش في البول خالص سواء في اليقظة او في المنام اللي بنوا عليها تباولها ارادي وفي ناس عندها التهابات كتير جدا سواء التهابات في مجرى البول او التهابات في المسانة او التهابات في الكلة هنتكلم النهاردة على هذه الالتهابات العناصر اللي بنحضررين النهاردة والافلام بنتكلم على التهاب المسالك البولية سواء بنتكلم على التهاب المجرى البول بحس باعراض شديدة جدا للتبول ساعات معاها الام في الجنبين ساعات ساحس ان البول بيحرق جامد وساعات بيقلاقي دم كده مع البول هنشوف دلوقتي الدم ده جاي منين وساعات معاها ألم في الظهر ومعاها قشعريرة أو معاها رعشة وساعات معاها قيء وغسان هنتكلم على التهاب المسانة التهاب المسانة دي عبارة عن ضغط في منطقة الحوض واحد بيحس أن منطقة الحوض مؤلمة جدا وعاوز يخش الحمام كل شوية حتى لو بيجيبكم ميت بول قليلة طبعا الأسباب بتاع التهاب المسانة والتهاب مجرى البول كتيرة من ضمنها الأملاح العالية من ضمنها السكريات والحلويات من ضمنها مرض السكر من ضمنها الصهر ساعات الحملة والولادة ما بيخليش المرأة تتحكم قوي في البول الكوح حق كتير الكوح حق كتير بتخلي ناس تحكمش في البول وبتنزل سلس بول الضحك الكتير والحزء والإمساك وساعات بيبقى فيه عدوى وساعات بيبقى فيه عدم التنزل من البول وده مسألة سلوكية يعني فيه واحد دي يتبول وقبل ما بيخلص بول بيمشي يبدل ينقط هو ماشي. ده كده يعني اعمل له امراض كتير جدا واحتكاكات. اتهابات في منطقة الحوض رهيبة. فلازم هو يتأكد الاول قبل ما يقوم انه هو ما فيش بول بينزي. طبعا العدس سرية بتسبب آآ سلس بول. والاسراف في الجنس. وساعات كبر السن بقى مع البروستات. يتحكم في نفسه. ساعات طبعا ترك النظافة الشخصية. نفسه كده. فالانفكشن والميكروبات. آآ حاجة اسمها آآ يعني اولتهاب آآ مجرى البول. آآ طبعا في بعض الناس لما بتمشي حافي. وخاصة في الشتاء. يا شباب يا بنات. اللي بيمشي حافي في الشتاء بيبوز عضلة البول. خلي بالكم من الحكاية الغريبة دي. لو مشيت حافي البول يفرت منك. وخاصة لو مشيت حافي على حاجة ساعة. كلام اللي بقول ده كلام مهم جدا. جدا. الشيء الغريب بقى ان لو عندك الاتهابات فانفك هتلاقي الاتهابات في المسانة. في يعني دايما اقول اللي بيرشح فوق بيرشح تحت. خلي بالك من الحكاية دي. آآ المشي حافي بيعمل لنا سلس بول شرب كمية زيادة قوي من السوائل او عدم شرب مية. يعني ساعات ان انت ما بتشربش سوائل طول النهار عشان ما تتدولش. قوي قوي. فيبقى واسدك الايه عضلة البول. ساعات ما بتفرغش الايه المسانة قبل النوم. يعني فيه ولاد بيشربوا مشروباته كوي يناموا. فهو نايم آآ مش مفضل مسانة كويس فتبقى مسانة مليانة. يحلم بالليل ان هو بيتبول وروح متبول فعلا. وتيجي الصحيح على فكرة فيه ناس بتتبول مش صغيرين. ناس بيتبول كبار. ولذلك احنا بنسأل اللي بيتبول لا اراضي ده بنسأله. انت بتتبول لا اراضي. من وانت صغير. يعني ما بتحقيق عنده الاتهابات. فيه مشكلتين. لكن لو هو عنده آآ بيتبول لا اراضي من ساعة ما تخلق. لا يبقى لسه النمو بتاع التحكم في البول ما كبرش. احنا واحنا صغيرين ما فيش حاجة اسمها تحكم من فوق. تحكم في من فوق ده بينموا بعد سنتين بعد تلاتة. لكن الاول بنشتغل بنظرية المسانة ملت بتفض. الولد او البنت هو صغير كده بيرضع. المسانة ملت بيفضل. المسانة ملت بيفضل. مفيش مفيش هير كنترول. ما عندوش تحكم في البول. لكن كل ما بيجبر في السن يتحكم في البول. لكن ممكن او متحكمش في البول لو بيستخدم بامبرز كتير. ودي كارثة عصرية. اسمها استخدام الحفاضات او استخدام البامبرز. ده مش موجود في الكتب. بس استخدام الحفاضات ساعات الامهات رايح اياه البنت او الولد مشواره هو عبد السنتين تلاتة اتروح اتقاله ايه? البامبرز. البامبرز ده او الحفاضات بتخلي ولد ما بتحكمش في البول لانه هو خلاص تعود. اتعود كل ما يعوز يتبول يتبول. فهمت دي? لكن لو انا من بعد سنة قلت له اه تقول بيبي تقول اي حاجة بحيس ان هو يعمل حمام واقعاده عشان يعمل حمام تدريب تريننج. يبقى كده هيقدر يعمل ايه? بول كويس. لكن انا كل شوية ملبسه بامبرز هيعمل حمام ازاي? هيتحكم ازاي? هو ما شغلش الهاير كنترول. ما دربش نفسه تدريب على انه يتحكم في البول. ادي مشكلة كبيرة جدا. يعني يجي لحد عنده تلات سنين اربع سنين ملبسها الولد بامبرز. ليه كده? تقول لك اصلاه ما بيتحكمش في البول. لا انت ما دربتوش على كده. انتو تستسهله. وممكن مش ما يتدربش على انه يتحكم في البول ولا يتحكم في البورز كمان. يبقى مهم جدا احنا نتكلم نهارده بنقول ايه وعد مقت بول? بنتكلم على حاجات كبيرة جدا بتعمل التهابات في مجرى البول. وبتزيد هزيل التهابات مع تقدم السن. وساعات بيبعها امراض اخرى. زي مرض السكر. زي مسلا استخدام اسطرة بولية. اليومين دول اي حد بيجينا بالتهاب برصات او مشكلة في البول بيركب له اسطرة بولية. الاسطرة بولية بنجمع البول في الاسطرة البولية دي بتبوازدنا الدنيا. طب ليه بتبوازدنا انا بتدخل انفاكشن. كبتوله اسطرة وريد او زي اسطرة عشان يخسل. اي حطة حتبوازدنا الدنيا. طب احنا مضطرين نعملها. لكن ما فيش حد يمشي باسطرة بولية بقيت عمره. ما ينفعش. انت مدهاله فترة على جاية معينة. بعد كده لازم تشيلها. هتمشي بيها انت دخلت له الميكروبات كلها جدا. يبقى مهم قوي الاسطرة بتدخل لنا ميكروبات عالية جدا. طبعا ممكن الالتهابات دي تعمل لنا وخاصة عند السيدات. التهابات البول تقلب على التهابات آآ رحم. ويبقى الرحم ملتهب وافرازات. وعندها التهابات بول وبعدين نعمل لنا يبقى العضوة تطلع لفوق. على الكليتين هبوزدنا كليتين. وعلى الرحم تعمل لنا عقل. عشان كده اي افرازات اي التهابات ما نسكوتش. اي اي افرازات اي التهابات البول سخن. عندي التهابات في جنبي الحط بيوجان ايه وعى تسكت? ايه وعى تسكت? لانه هيطلع يعمل اسنينجين فكشن بوزدك يعملك فش الكلب بتخسل بقى. يبقى احنا كنا شوية التهابات تحت? لا بقى التهابات تلتعكلها فوق. طيب مهم جدا النهاردة واحنا بنشرح الافلام. ان احنا نقول يا جماعة خلي بالكم ازا كنت انت بتعاني من آآ آآ التهابات في المسالك البولية او البول بينقط او عندك مشكلة? ياريتنا حاول نحلها واحنا نعرف الاسباب. ايه الاسباب يا دكتور? انا ذكرت عشرين سبب. ممكن نقولهم دلوقتي احنا بنعرض الافلام بتاعتي. تعالوا نشوف دلوقتي ازاي نمنع الطنقين سواء للولاد او البنات. تعالوا معايا كده نبص على المسالك البولية. بص الفيلم اللي معنا ده فيه كليتين وفيه حالبين وفيه مسانة بولية. كويس? آآ او العدوة تيجي ازاي? انا عندي آآ الكليتين كليل اصفر ونزل منها حالب. العدوة نتيجة عدم النظافة او عدم تنشيف نفسك. عشان كده بولك لو سمحت نشف باستمرار. في مرة انا سمعت واحد كان بيخطب مرة على منبر وبيقول لو انت بتنقط بول ركز معايا. لو انت بتنقط بول يا ريتك ترمي شوية مية في الملابس الخارجية عشان لو الشيطان جاء لك انت بتنقط بول اقول لا ده المية انا لحده. كلام ده ما يرديش ربنا. يمكن يكون الناط حاجة تانية خالص. انما انا بقول ولد او بنت راجل او ستة لو بتنقط بول لازم تحط حاجة نشفة تمتص نقط البول اللي انت بتنزله. لكن ان انت تغرق الدنيا انت عملت وفتريات وبكتيريا وعفن وعملت التهاب حوض والتهاب بين الفخدين ايه وعد تسيب المنطقة دي مبلولة ما ينفعش. ما ينفعش. طيب بيبقى بقول انا في بيرنك سنسيشن عندي آآ حرقان عندي آآ سخونية. ساعات بعض الاطفال يقول لك فيه شوكة في البول والبنت تاكل آآ منجاية او تاكل شوكولاتاية تقول لك فيه شوكة في البول ليه? لان الاملاح اللي بتعملها الشوكولاتة والمنجا قلعن من الاملاح اللي بتعملها المخللات. والمواد الحافظة بيجيني بنات واولاد كتير ابص على الكليتين العمى لانين ملح. الملح ده بينزل عامل زي الابر. والابر وهي نزلة بتعور وتعمل سخونية. كل ده من الشيبسي والكولا والشوكولاتة. احنا بالرم رم جامد. كده هنبوز الجهاز البولي. طيب. يبقى عندي ما يبقى ساعات عايزة تبول بالسمرار. ساعات تلاقي دم. الدم ده معناه ايه? معناه ايه دم في البول? دم في البول معناه. اما ان انا عندي شوية املاح بتنزل تعور. واما ان انا عندي انفكشن بكتيريا بتاكل في جدر الاوعاء فبتعور. واما حاجة اكبر من كده. انا عندي سرطان فبيجيب دم مع البول. يبقى دم مع البول مايتسكتش عليه. لكن في دم مع البول عبط. يعني واحدة و 예�خyes والحوادث. جايب ابنت عندها احل اشهر سنة وبتقول لبنت عندها دم في البول. فانقت لدم في البول بيت تويتخس لانعمل كانت البنت عندها دورة شهرية. بداية دورة شهرية. الام مش عارب اذا كانت البنت عندها دورة شهرية لو عندها سرو. يعني خلي بالك الدم عن البول ده ايه. يمكن عندها الدورة. خلي بالك معايا. خلي بالك معايا. ممكن بنت عندها الدورة وجيه على شوية الدم يبقى دها الدم في الدول. نفعش كده.